السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين يلا ندمس الفول لصحور رمضان والحاجات الاساسية جدا عندنا في مصر للصحور وهندمسه النهاردة في حلة الضغط وفي الحلة العادية يعني عشان تعرفي الطريقتين لو مش متاحة عندك حلة الضغط تعرفي طريقة الحلة العادية وكمان هقولك ازاي ما تاخدش وقت منك بردو كتير لو دمست الفول في الحلة العادية يلا بينا نبدأ طريقته على طول اول حاجة عندي ده فول مصري ده اللي هو لونه فاتح المستورد بيبقى لونه احمر شوية كده او غامق نقعته حوالي اتناشر ساعة وممكن اربعة وعشرين ساعة كمان وكمان يريد تغيري عليه المية حوالي مرتين او حاجة وهو منقوع بيبقى افضل يعني ما بيتعبش الماء ده وكده تمام وبعد كده هغير بقى المية بتاعته ديات هخسله منها وطبعا هو ما كانش حجمه كده وبقى حجمه صغير لما بتحطيه في المية وتنقعيه تتير بينفش كده زي ما انتم شايفينه وحجمه بيتضاعف كده بقى بعد ما غسلته كده من المية بقى وصفيته خالص هجيب اول حاجة عندي حالة الضغط يكون غالية فيها المية بتاعتي لونه اغمق بس عشان غليت المية لان الالمونيوم دايما بيغمق كده لما بنغل فيه المية بس هتفتح تاني لاني هحط لامون مع الفول وهو بيستوي فهبدأ كده بقى حط الفول في المية انا كده حطيت المية بس مش هي دي المية اللي احنا هنحتاجها كلها اه هحط الفول الاول وبعد كده هشوف يعني اه المية هتبقى فوق الفول قد ايه هوريكو دلوقتي هن اه هي كده طلعت كتير في حد معين لحلة الضغط بيبقى متعلم على الحلة من برا انا هوريه لكم اه لازم ما تبقيش من مغطية الحلة اكتر من كده او مالية الحلة اكتر من كده عشان لا قدر الله ما يحصلش اهي حاجة هي دي العلامة بتاعة الحلة للمفروض ما نزيتش عنها فانا قللت شوية بقى من المية لحد ما وقفت للحد ده كده وبعد كده هضيف عندي عصير اه طماطميتين او ممكن تضيفي الطماطميتين متقطعين بس انا حبيت ان هو ايه اه اضيف عصير طماطم يبقى احلى كده وعصير لمونة وهحطها برضو هضيف القشرة بتاعها معانا في الحلة وهحط اه اقطع اه لمونة تانية وهحطها برضو كاملة معانا تمام اه عندي مكون كمان وهو اه يعني هنحط يدوب اكروب معلقة صغيرة من البيكنج بودر وده من الحاجات اللي هتخلي القشرة تكون مستوية كده معانا خالص لو مش حبة بلاش بس هو من الحاجات اللي هتساعد ان هات الفول يستوي معانا بسرعة ويبقى مستوي خالص تمام كده المية بتبقى معادية الفول بشوية يعني انا كده لما هفتح عليها هلاقي المية زيادة شوية ممكن تقلي عن كده شوية بس انت دقي عارفة المنسوب المزبوط ان انت بعد ما تحط الفول آآ تكوني كده المية مغطيه بشوية حلوين لان في حالة الضغط احنا مش هنضيف مية تاني فانا كنت مزودة عشان خاطر آآ يعني تحسبا ان المية هتقل او حاجة او هو هيتشرب المية فآآ نحط بزيادة احسن ما نحط قليل لان انا مش هنفتح المية مش هنفتح على الحلة خالص لحد ما تكمل س تمام هنحطها على النار وبعد كده اهم حاجة عندي ان انا اتأكد ان السفارة دي تشغالة معي كويس مفيش حاجة سديها وبعد كده آآ هوريكم الاول الحلة التانية اللي احنا هنحطها بقى في الحلة العادية حطيت الفول وقطعت بقى المرة دي على التماطب وعصرت برضو لامونة وحطيت القشر بتاحها وحطت حاجة بسيطة برضو من البيكنج بودر كده وعندي بقى المية مغلية وهضيف المية برضو انا ضفت مية كتير جدا على الفول اللي هحطه على الحلة في الحلة العادية على النار ما احتجتش ان انا زود خالص مية طول ما هو بيستوي لو حطيت المية مية اقل شوية فلازم تتابعي الحلة طبعا اللي على النار هتقدر تشيغل غطى ويتشوفي المية لو قلت كل شوية تتزودي شوية مية بس انا هقول لكم بقى اعلى طريقة كده هتخليها تستوي بسرعة هوريهالكو احنا بنزويها هغطيها بقى كده وننفعها على النار وهلف الغطى بتاحها بورق فويل زي ما انتو شايفين كده وهنقفله جامد على الحلة الطريقة دي هتخلي الفول يستوي معاكم بسرعة لانه هيعمل ضغط كده جوه الحلة يعني كأنها حل الضغط فيعني ممكن تزيد عن سوى الحلة الضغط شوية بحوالي نص ساعة ولا حاجة هنا الحلة الضغط عندي انا كنت معالية عليها في الاول فهتلاقي كده السفرة بتاعت الحلة بتطلع بخار وصوتها عالي هتهدي بقى النار خالص شمعة كده يعني بس لازم يكون الحلة بتغلي معاكي برضو يعني كوني مهدية النار بس تكوني شايفة في بخارت بسيط طلع من السفرة دي عشان تتأكد ان الحلة بتغلي وبرضو نفس الكلام في الحلة التانية اللي على النار هنهدي النار خالص بعد ما تغلي معنا هنهدي النار خالص شمعة لان الفول بيحب يستوي على الهادي خالص دي خدت معايا في حلة الضغط حوالي اربع ساعات وانا بحب اسيبها كتير عشان الفول يطلع معايا مستوي كويس آآ والحلة التانية برضو خدت حوالي اربع ساعات ونص يعني انا اربع ساعات كده لقيت لسه في فولة وفولة كده ما استويتش فتبتها نص ساعة كمان. طبعا ده قليل جدا ممكن تسيبها خمس ساعات كمان يبقى مستوي معاك الجاملة قوي آآ بس طبعا قليل جدا من انتي آآ في السوى العادي من غير ما تعملي حركة الورقة الفويل دي هيقعد معاك حوالي تمن ساعات. كده بقى الفولة استويت معي زي ما انتم شايفين بصو مستوية جدا وحلوة قوي بس زي ما قلتلك تأكد ان هي برضو بتغلي وانتي مهدية النار. اهم حاجة برضو بعد ما الاربع ساعات يعدوا ما تفتحيش طبعا حلة الضغط آآ على طول لازم تستاني خالص البخار يطلع منها وتشيلوا كده الصفارة ما تلاقيش في بخار بيطلع وبعد كده تبدأ تفتحيها. ودي الحالة التانية بقى زي ما قلتلكم كنت مهدية النار خالص وزادت عن حلة الضغط نص ساعة او ساعة الا ربع وبس كده. ما خدتش برضو وقت كتير بالنسبة ان احنا مسوينا بحلة عادية والفول برضو استوى هورهو لكم. آآ طبعا المية زي ما انتم شايفين انا ما زودتش مية في الحلة دي تاني خالص من ساعة محطتها على النار. المية ما قلتش آآ لان انا كنت حطها مية زيادة. المية الزيادة بقى ديت اللي على الفول مفيش منها قال لأ خالص عادي هنشيلها ونسيب اللي احنا محتاجينه منها بس. الفول برضو استوى زي ما انتم شايفين في الحلة ولو عايزين تسيبوه اكتر من كده بس آآ براحتكم آآ طبعا الحلة ديت بتقدر تفتحيها وتشوفي الفول استوى في قد ايه وتقفلي تاني انما حلة الضغط مش هتقدر ان انت تفتحيها كل شوية وكده. كمية الفول اللي انا مجهزها النهار ده كان حوالي كيلو وشوية. فالكيلو تقريبا انا سويته في حلة الضغط والربع كيلو او مص كيلو ده كان في الحلة التاني. آآ هجيب بقى الاكياس بتاعت التلاجة وهبدأ احط الفول بس انا بحب اخد شوية من المية على كل كيس كده عشان لما طلعه من الفريزر كده بدل ما زود مية عليه عشان اهرسه بقى واعمل طبق الفول فيبقى معاه المية بتاعته. حطيته بقى في الاكياس وبخزنه في الفريزر. بتخرجيه بقى من الفريزر ويسيبيه يفك قبلها كده لو احنا في في الشتة يعني بياخد وقت شوية في الفك. آآ لكن في الصيف بيفك على تونو بياخدش وقت. هنعمل بقى طبق فول كده حلوة قوي نحط عليه كده شوية من الزيت. وشوية طحينة وعصير لمونة وبس كده يا ربي يكون الفيديو عجبكوا. الطريقة كده تجربوها وتوري رأيكم كل سنة وانتم طيبين. ولو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات بتاعت رمضان الجديدة توصل لكم اول باول. واتبعوا باقي فيديوهات تفريزات رمضان وتجهيزات ووصفات رمضان. ومع السلامة.